السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب جريت 5 النهاردة معدنا مع lesson number 1 from access number 2 lesson number 1 يتكلم عن ex plural in action و العالم اللي موجود معنا في lesson number 1 اسمه جيف كيربي والصورة اللي موجودة قدامنا دي صورة العالم اللي موجودة وهو جيف كيربي جيف كيربي is an ecologist and photographer يعني ده كان اسمه عالم اسمه جيف كيربي وده عالم بيئي ومصور فوتوغرافي جيف كيربي ecologist عالم بيئي and photographer كمان مصور فوتوغرافي he has worked on exciting photography exhibition in africa north america and the arctic يعني جيف كيربي شارك في بعثات تصوير فوتوغرافي exhibition photography exhibition اللي هي بعثات التصوير الفوتوغرافي وفي كانت بتروح فين؟ الرحلات دي بتروح امريكا الشمالية القطب الشمالي اللي هي africa north america arctic mainly photographs landscape and animals اكتر حاجات كان بيصورها العالم اللي موجود معانا اللي هو جيف كيربي هي المناظر الطبيعية اللي هي landscape والحيوانات اللي هي animals فده تعريف بسيط كده ب جيف كيربي اهم الحاجات اللي لازم تبقى عارفها انه هو ecologist and photographer وان اهم اهم البعثات التصوير الفوتوغرافي اللي كان بيروحها كان بيروح africa africa north america وارتك جميل بعد كده اهم البعثات التصوير الفوتوغرافي they are trips to places where one takes photographs of the area يعني بعثات التصوير الفوتوغرافي ديت كانت دي عبارة عن trips رحلات الى اماكن يلتقط فيها الشخص اللي هو رايح الرحلة دي صور للمنطقة اللي هو اللي بيزورها they area منطقة اللي هو بيزورها يبقى photograph exhibition they are trips to places where one takes photographs of the area جيف كيربي trip preparations والpreparations هنا ايه اول حاجة بيقولك he concites exactly where he going يعني كمان كان بيفكر في المكان اللي هو هيروحه او بيفكر في المكان اللي هو هيروحه و he think of what he is going to do كمان بيفكر في الاشياء اللي هيعملها اناك لما يروح المكان اللي هو هيروح يزوره ده و كمان he thinks بيفكر كمان of how he will carry out his work securely يعني الامان بتاعه هناك هيبقى عامل ازاي ازاي هيعرف ان هو يخلص الشغل بتاعه هناك بشكل امن هذه التلات حاجات كان بيفكر فيهم جيف كيربي في الرحلات بتاعته جميل طيب number two في رحلات جيف كيربي ان هو كان tools and equipment اللي هي الادوات او المعدات اللي هو كان بياخدها معاه وهو رايح الرحلة بتاعته he travels with his كان بياخد ايه بقى five number اللي موجودين معنا دول الاول حاجة بياخدها معاه كانت الكاميرا ومش بس الكاميرا بس كان كاميرا بكل الادوات او tools بتاعتها with server camera lenses العدسات والباتاريز اللي هي البطاريات بتاعتها وهو كان بيقعد في مكان مسلا مفوش كهرباء فترة طويلة ممكن طول النهار فكان لازم ياخد معاه البطاري او البطاريات الاحتياطية بتاعته وبياخد كمان معاه لابتوب وبياخد هارد درايف وبياخد التليفون الفون بتاعه to take quick photo عشان ياخد الصور السريعة بعيدا عن الكاميرا وبياخد الجي بي اس طبعا عشان يعمل navigate location يعمل ابحار او يعرف يوصل الاماكن بتاعته عن طريق الجي بي اس وبياخد طبعا حاجة اسمها الدرون والدرون ده اللي هي الطيارة بدون طيار جميل ايبقى دي تاني حاجة اللي بقي استعدادات جيف كيربي اللي رحلات بتاعته اللي هي tools والاكوبيمنت المعدات والادوات بتاعته جميل بعد كده في نهاية كل يوم بقى جيف كيربي كان بيعمله جيف كيربي كان في نهاية كل يوم اول حاجة بيعملها ان هو بيعمل نسخة احتياطية من الحاجات الصور اللي هو كان بياخدها على الكاميرا وعلى التليفون بتاعه لبينقلها بقى وبياخد منها نسخة احتياطية الى القرص الخارجي اللي هو جايبه معاه external hard drive مش احنا لسه قيلين من ضمن التولز اللي بياخدها معاه الهارد درايف اللي هو القرص الخارجي اللي احنا اخدناها قبل كده في درس نمبر 2 طيب تاني حاجة بيقول لي if he needs to share the photo with his colleagues he uses cell phone application كمان كان بيعمل مشاركة اذا لو احتاج يعني مشاركة للصور بتاعته مع زملائها على الفور فكان بيستخدم تطبيقات الموبايل فون بتاعه او تليفون المحمول اللي موجود معه بديل حاجات اللي كان بيعملها في نهاية كل يوم جيف كيربي جميل عندي بعد كده حاجة اسمها الكوبيرايت او حقوق التأليف او حقوق النشر للصور الصور image copyright owning photo everyone owns the copyright to image they take unless they sell those right before or after they take them كلنا او يمتلك الجميع حقوق نشر الصور بتاعته اللي هو بيصورها انا صورت صور جميلة اديها لأي حد ولا ممكن انا بيعها طبعا هما بيسفروا ويروحوا غباية ويروحوا اماكن بعيدة فبيتعابوا في الحاجات دي فطبعا الصور اللي بيصوروها بتبقى ندرة وبيبيعوها بفلوس كتير فبالتالي لازم يعمل لها حقوق للنشر او حقوق ليه هو ان محدش يقدر يستخدمها غيره الا لو هو اداله امر من خلال انه هو مثلا يبيعها photographer have the legal right or copyright to publisher publish or sell their photo المصورين الحق القانوني للنشر او بيع الصور بتاعتهم زي ما انا لسه كنت بقول طيب number two في ال copyright عندي حاجة اسمها copyright infringement some people use photographs that were taken by others without asking permission or without يعني هنا بيقول لي ان بعض الاشخاص بيستخدموا الصور اللي التقطوها الاخرين دون طلب اذنهم او ما يعرفوهمش اصلا فدي تعتبر اصلا سرقة او ما بيشتروهاش اصلا بيستخدمها من غير ما هو يقوله او دون شراء او حق استخدام الصور وهذا ما يسمى انتهاق حقوق النشر انتهاق حقوق النشر how can photographer protect their work زي المصورين المحترفين دول بيحموا اعمالهم كذا النقطتين they place a watermark on their photo بيحط علامة مائيه على ت sizi كذا الصور كما ت lingu tox Games السور صلى ي arts عمل على العماء على الصور دولة عندما يمكن ان تPO على شراء العام عناّه مائيه للطبع أنا علامة مائيه شبه العلمه المائيه اللي موجوده قدامنا قدام هذه كلها علامات مائيه تعلق اسمي مكتوب أي جنب ir فل أفضيแطب Progressive اضافي عوما ب liar enmity they add copyright information such as their name to the metadata of each photo يضيفون معلومات شخصية متعلقة بحقوق النشر مثل اسمهم أو البيانات الوصفية الخاصة بكل صورة مثل الصورة تصورت يوم كذا الساعة كذا في مكان كذا بواسطة كذا فلان هذه البيانات الوصفية أو ال metadata of each photo جميل يبقى ده كده كان ازاي بيحمي المصورين او بيعمله protect their work للشغل بتاعهم طيب مستر كيربي ازاي كان بيضمن حماية الملفات او حماية اعماله فمستر كيربي ensure his work is protected by number one sharing his high resolution photo only with people here trust يعني كان بيعمل شير او مشاركة للصور ذات الجودة او الدقة العالية مع الاشخاص اللي هو بيثق فيهم بس جميل طيب كان بيعمل برضو sharing his low resolution photo الصور بقى للدقة بتاعتها وليلة that won't look good if printed or uploaded to a website يعني كمان كان بيشارك صور ذات الدقة المنخفضة التي لن تبدو جيدة ازاي تبعت او رفعت على مواقع يعني جودتها قليلة فلو حد استخدمها وطباحها هتبقى جودتها ضائعة خالص بقى قليلة قوي او لحد رفعها على الموقع بتبقى الجودة رفيعة معلومة ان انا لو جيت صورت صورة بالموبايل بتبقى جودتها عالية لو بعدتها لك على الوقت سابو انت حملتها على الموبايل فجودتها على فكرة بتقل حاجة بترفع النت الجودة بتاعتها بتقل جميل طيب كوبرايت انفرنجمنت اند زلاو يعني انتهاك حقوق النشر والقانون المصري ارتكال سيكستي ناين انزا تو ساوزانت فورتين ايجيبشان كونستيتيوشن كونفيرم ذات المادة تسعة وستين من الدستور مبصري سنة 2014 كانت بتقول ان الدولة بتلتزم بحقوق الملكية الفكرية الكلام ده نظري بس ممكن تقرؤه كده اراية بس تبقى عارفين انا ما بيجيش عليه سؤال في الامتحان فيقول ان الدولة المصرية كان بتلتزم بحقوق الملكية الفكرية بشتى انواحها في كافة مجالاتها حماية القانون وتنظيم القانون لحقوق الملكية الفكرية وفيه صياغ او عديد من القوانين المصرية تحمي حقوق النشر بناء على هذا المادة اللي هي المادة تسعة وستين لألفين واربعتاشر وبكده نبقى وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا اتمنى لكوا التوفيق وستنون ان شاء الله في لسن نمبر تو من اكسز نمبر تو بارتو باي باي